بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي التجاري في مادة الإحصاء حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة ومادة الإحصاء زي ما احنا عارفين وصلنا لحد الانحضار خلصنا الانحضار والنهاردة ان شاء الله معنا موضوع شيء جدا 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 اسمه السلاسل الزمنية السلاسل الزمنية موضوع سهل وجميل وأسئلته دايما بتيجي بسيطة ما فيهاش أي مشاكل كتيرة وبنقدر نحصل فيه درجات ونمر عالية نبدأ مع بعض نشوف الجزء بتاع السلاسل الزمنية ده بينقسم لجزء نظري وجزء عامل ايه هي السلسلة الزمنية عايزين نعرفها؟ اقوله على طول ان السلسلة الزمنية كراءات ظاهرة هي كراءات ظاهرة في فترات زمنية متساوية يبقى انا عندي بعض القراءات باخدها في فترات زمنية متساوية ومتتالية ليه القراءات دي بناخدها؟ او الفترات دي قد تكون في فترات غالبا يوم اسبوع شهر سنة يبقى دي عبارة عن كراءات ظاهرة يعني مثلا لو انا عندي شركة بشوف الارباح بتاعتها في اخر خمس سنوات يبقى شفت الارباح بتاعت سنة 2000 وشفت الارباح بتاعت 2001 والارباح بتاعت 2002 والارباح بتاعت 2003 والارباح بتاعت 2004 تقولي طب دي كانت محققة أرباح في سنة 2000 بـ 2 مليون وفي سنة 2001 بـ 3 مليون وفي سنة 2002 بـ 4 مليون إذن انت خدت القراءات بتاع الظاهرة ده هي في فترات متتالية في فترات زمنية متساوية ومتتالية متساوية يعني كل سنة أو كل شهر متتالية يعني تكون وراء بعضيها جاية مثلا 2001, 2002, 2003 وهكذا يبقى لما أشوف تاني تعريف السلسلة الزمنية هنشوفها مع بعض على الشاشة قال لي هي قراءة أو قراءات ظاهرة في فترات زمنية متساوية ومتتالية طيب الفترات دي قد تكون يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة يبقى أنا عندي شرطين التساوي والتتالي أو الانتظام يبقى لازم تكون الفترات دي متساوية لو أنا شغل على يوم يبقى أخذ اليوم اللي بعد ويأخذ اليوم اللي بعد ويأخذ اليوم اللي بعد لو شغل على شهر هاخد شهر عشر شهر 11 شهر 12 يبقى نفس شهر ما أقدرش يأخذ شهر وبعدين يأخذ شهرين ما أقدرش يأخذ سنة واسيب سنة يبقى أنا عندي فيه كراءات زمنية متساوية ومتتالية طيب يبقى اتفقنا أن السلسلة الزمنية هي كراءات زمنية هي كراءات زاهرة في فترات زمنية متساوية ومتتالية والفترات دي قلنا ممكن تكون يوم أو شهر أو أسبوع أو ثلاثة ما هتكون عندي طيب أمثلة السلسل الزمنية دي إيه أوقات نسمع كدولك درجة الحرارة في الأسبوع اللي فات كانت كذا والأسبوع دا كانت كذا أو درجة الحرارة في الثلاثة أيام كانت كذا وكذا وكذا يبقى أنا عندي أمثلة السلسل الزمنية ممكن درجات الحرارة لعدة أيام متتالية المبيعات الشهرية أو المبيعات السنوية ممكن كميات الإنتاج الأسبوعية أو الشهرية أو اليومية أعداد السكان في بلد ما خلال سنوات متتالية يبدأت أمثلة السلاسل الزمنية دي كان تعريف السلسلة الزمنية وبعض الأمثلة للسلاسل الزمنية عندي كمان أقدر أقول أن السلسلة الزمنية دي ممكن يكون فيها متغيرين أحدهم متغير أصلي اللي هو الزمن دايماً الزمن هو المتغير الأصلي اللي معانا والتاني بيعتمد في تغيره على تغير الزمن أو تغير العنصر الأول أو تغير الزهر يبقى أنا عندي اللي هو الزهرة يبقى أنا عندي متغيرين في السلسلة الزمنية المتغير الأول اللي هو الزمن والمتغير الثاني اللي هو الزهرة الزمن ده مستقل الزهرة بتتغير حسب تغير الزمن يبقى أنا عندي متغيرين في أي سلسلة زمنية طيب لما نشوف مع بعض السلسلة الزمنية إيه اللي بيحصل فيها أو بترجع أسباب تغير قيمة الظاهرة إليه إيه اللي بيخلي الظاهرة دي تتغير يعني أنا عندي المبيعات كانت 3 مليون أصبحت 4 مليون إيه اللي خلى المبيعات دي تتغير سواء زادت أو نقصت أقول له أسباب تغير السلسل الزمنية أو الظاهرة إيه اللي هيحصل ممكن يكون عندي تغيرات اتجاه عام تغيرات اتجاه عام زي ما احنا شايفين أو تغيرات موسمية يبقى أنا عندي فيه نرجع أو ترجع أسباب تغير قيمة الظاهرة إلى تغيرات الاتجاه العام والتغيرات الموسمية والتغيرات الدولية طيب خد بالك معايا كده وفيه طبعا التغيرات العرضية أو الفجائية يبقى أنا أقول لك ممكن سؤال يجي لك أكمل يقول لك ترجع أسباب تغير قيمة الظاهرة إلى نقطة ونقطة 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 أو أسباب تغير قيمة الظاهرة في السلسل الزمنية أو في الاتجاه العام تقول لي على طول واحد التغيرات لاتجاه العام نفسه تغيرات الموسمية تغيرات الدورية التغيرات العرضية أو الفجية طيب يا مصر إيه الكلام ده يعني إيه تغيرات لاتجاه العام لما نشوف الجزء بتاع تغيرات العام ده أقولك تغيرات في فترات طويلة الأجل في اتجاه واحد أما صعودا أو هبوط يبقى هنا التغيرات دي في اتجاه واحد التغير ده إما صعوداً أو هبوطاً طيب إحنا بناخد مجمل التغير ما باخدش مثلاً يعني ممكن أنا عندي تغير يحصل فيه صعوده هبوط سريع بس في المجمل الاتجاه العام بتاعه أو التغير بتاعه اتجاه عام أو في اتجاه واحد عندي كمان التغيرات الموسمية إيه هي التغيرات الموسمية اللي عندنا؟ هنا التغير بيحصل في موسم معينة يعني هنا لما أجألك التغيرات الموسمية هي تغيرات تحدث في تواريخ محددة او مواسم معلومة طيب زي ايه يا مصر اقولك زي مثلا الاقبال على مكينات السحب في اول الشهر دي اسمها تغيرات موسمية بتحصل في مواسم معينة او زيادة المبيعات في شركات الملابس في الاعياد ايه اللي بيحصل طبعا الناس كلها بتشتري في التوقيت ده فبيحصل تغير موسمي يبقى هنا التغير ده بيكون خلال مواسم معينة يعني حضرتك او مثلا شركات الحاجة الساعة مبيعاتها بتزيد في الصيف اكتر دايما الناس بتشتري المشروبات الغازية في الصيف اكتر من الشتاء يبقى دي اسمها تغيرات موسمية ليه؟ لانها بتتغير خلال مواسم معينة يبقى اتفاعل ان التغير الموسمي او التغيرات الموسمية تغيرات تحدث في تواريخ معلومة باسلوب تقليدي في كل عام نفس التغيرات دي بتحصل في كل سنة اتفاقنا مع بعض ان في شهور الصيف المبيعات بتزيد خلاص السنة جاية كمان في شهور الصيف المبيعات هتزيد السنة اللي بعدها في شهور الصيف المبيعات هتزيد يبقى احنا اتفاقنا ان دي اسمها تغيرات موسمية يعني مرتبطة بالمواسم اللي بتحصل فيها طيب فيه كمان حاجة اسمها تغيرات دورية احنا اتفاقنا ان عندي اسباب تغير قيمة الظاهرة قلنا التغيرات الاتجاه العام والتغيرات الموسمية والتغيرات الدورية قلنا في التغيرات الدورية هي تغيرات منتظمة ولكن انتظام غير تام مش انتظام بالصورة ليه مش نفس الانتظام في التغيرات الموسمية يبقى هنا تغيرات منتظمة ولكن الانتظام فيها غير تام كما في الموسمية وكمان ليست يعني دايماً مش في فترات بتكون ما بتستغرقش وقت طويل التغيرات الدورية ديت ما بتستغرقش وقت طويل عشان كده ليست طويلة الأجر يعني قصيرة الأجر ولكن تستغرق وقت ايه ما بتستغرقش وقت طويل أو بنسميها زي لا بتستغرق وقت طويل يعني مثلاً ليست قصيرة الأجر يعني تستغرق وقت طويل يعني مثلا عشر سنوات عشرين سنة زي فترات الراج الاقتصادي فترة انفتاح فترة كساد دي بتاخد مثلا خمس سنوات عشر سنوات بتاخد وقت طويل اما التغيرات الموسمية ما بتاخدش وقت طويل شهرين ثلاثة ما بتتعداش شهور اما التغيرات الدورية بتاخد وقت طويل لانها بتتطبط بمدد طويلة زي فترات الراج او فترات الكساد يعني مثلا لو عندنا انفتاح اقتصادي بيفضل الانفتاح ده ياخد له خمس ست سنين عشر سنوات بتبقى دي اسمها تغيرات دورية طيب اخر حاجة عندي التغيرات العرضية او الفجائية دي التغيرات اللي بتحصل فجأة نتيجة الكوارث او التقلبات الطبيعة او الحروب او الزلازل او البراكين دي اسمها تغيرات فجائية يبقى التغيرات الفجائية دي تحدث فجأة ولا يمكن التنبق بها لأ محدش يعرف ايه اللي هيحصل فيها لان اسمها فجائية حصلت فجأة فيه مثلا بعض المناطق بيحصل فيها زلازل بعض الحروب دي اسمها تغيرات فجائية لا يمكن التنبق بها طيب عندي بقى معادلة الاتجاه العام بطريقة المربعات الصغر عايزين يشوف معادلة الاتجاه العام دي وإيه اللي بيحصل فيها بقوله ان معادلة الاتجاه العام دي الصاد هتساوي ألف سين زائد به سمح حد من الطلبة الشطار اللي معانا بيقوله احنا خدنا المعادلة دي قبل كده طب ممكن حضرتك بقى تفكرني خدناها فين قلتلي ايوة احنا الصاد كانت بتساوي ألف سين زائد به في معادلة انحضار صاد على سين برافو عليك هو ده بالظبط يبقى معادلة الاتجاه العام هي هي معادلة انحضار صاد على سين في الشكل الصاد بتساوي ألف سين زائد به بس لو تفتكر معايا في معادلة انحضار صاد على سين كنت بجيب الألف والبه ازاي عايزك انت اللي تفكرني انت ذكرت وحافظ الأسئلة دي وفهمها كويس قلتلي كان الألف بيساوي ايه في معادلة اتجاه العام قلتلي كان الألف بيساوي شرطة كسر فوق في البسط نون مجسين صاد ناقص مجسين في مجس صاد برافو عليك طب المقام بقى عندي في الألف قلتلي كان بيساوي نون مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان الألف بيساوي شرطة كسر نون مجسين صاد ناقص مجسين في مجس صاد على نون مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع او في نفسها البيه بقى البيه كانت بتساوي ايه البيه كانت بتساوي شرطة كسر البسط بتاعنا مجه صاد ناقص الالف اللي احنا حصلنا عليه مضروب في مجه سين ومقسوم على النون وده كان بيلزم ان حضرتك تعمل جدول من اربع خنات لو تفتكر الاربع خنات كانوا عندنا ايه لما كنا بنقول الخانة الاولى سين الخانة التانية صاد الخانة التالتة سين في صاد او حصر ضرب الخنتين خانة سين في خانة صاد الخانة الرابعة سين تربيع طيب حضرتك كده رجعتنا على الانحضار معدلت الحضار صادة على سين طيب ايه بقى الفرق من معدلة الانحضار صادة على سين ومhandلة الاتجاه العام بطريقة المربعات الصغرى اقولك في معدلة الاتجاه العام بطريقة المربعات الصغرى الصاد بتساوي الف سين زايد بها طب ما هي هي مصر تمام هي هي ولكن الالف هنا غير الالف في الانحضار قيمة الالف هنا تيجي ازاي هنعمل شرطة كسر ونقول فوق مج سين صاد على مج سين تربيع نقول تاني كده الالف بيساوي مج سين صاد اللي هو مجموعة خانة سين مضروبة في صاد على مجموعة خانة سين تربيع طيب الكلام ده بيجي ازاي هقولك حاضر بس نشوف كمان البه البه في معادلة الانحضار قلناها عايزين نشوف البه في معادلة الاتجاه العام بطريقة المربعات الصغر هتقول البه بتساوي ايه اقولك البه بتساوي مج صاد على نون مج صاد على نون انت واخد بالك ان مج صاد على نون دي تعتبر الوسط الحسابي للظاهرة صاد يبقى مج صاد على ايه على نون يبقى انا كده عرفت ان الالف بيساوي مج سين صاد على مج سين تربيع والبه بتساوي مج صاد على نون كده قدرنا نحصل على الالف وقدرنا نحصل على البي عاوز ايه بعد كده تقول لي اقدر اجيب معادلة الاتجاه العام بطريقة المربعات الصغر بمنتهى السهولة بقى خلاص انا حفزتها الصاد بتساوي ألف سين زائد به يبقى خلاص المعادلة الاتجاه العام زي معادلة انحضار صاد على سين بالزبط ولكن هيختلف ازاي احصل على الألف وازاي احصل على البي طيب عايزين يا مستر نشوف الجدول بتاعها بيعمل ايه او بيجي ازاي وقلتلك نعمل جدول من خمس خانات يبقى في الحضار كانوا اربعة ولكن في الاتجاه العام بطريقة المربعات الصغر يكونوا خمس عبارة عن ايه الجدول عبارة عن خمس خانات الخانة الاولى الخانة الاولى اسمها السنة او الفترات الزمنية اللي عندي ودي موجودة في التمرين 2005-2006-2007-2008 وكذا الخانة التانية صاد والصاد دي بتمثل الظاهرة اللي عندي الظاهرة ممكن تكون ارباح ممكن تكون مبيعات ممكن تكون درجات حرارة ممكن تكون انتاج زي ما يكون عندك هتستخدمها من التمرين وهنسمي الظاهرة صاد الخانة التالتة بقى اسمها سين ودي عايزة شوية شغل من حضرتك سين دي اللي هي انحراف السنوات عن السنة الوسطى يبقى يقول السين بتسوي السنة المطلوبة نقص السنة الوسطى بعد كده بقول سين فصاد واخر خانة سين تربية علشان وقت حلقتنا ونقدر نشتغل ونشوف تمرين مع بعض تعالوا نشوف اه اه هي معادل اتجاه العام زي ما قلنا ترجع اسمها بتغير كلمة الظاهرة الى التغيرات الاتجاه العام دي اول حاجة والتغيرات الموسمية والتغيرات الدولية والتغيرات العرضية او الفجائية طيب عندي بقى معادلة الاتجاه العام بطريقة المربعات الصغرى صاد بتساوي الف سين زائد به طيب اه مستر يا كايت ممكن تيجي بشكل غير حضور قلته طبعا ممكن تيجي في صورة صح وغضط او في صورة اكمل يعني ما سيقولك ضع علامة صح او خطأ معادلة الاتجاه العام بطريقة المربعات الصغرى السين بتساوي الف صاد زائد به طبعا انت عكستها تقول لا الاجابة خاطئة الصاد بتساوي الف سين زائد به طيب ممكن تيجيني في صورة اكمل في معادلة الاتجاه العام بطريقة المربعات الصغرى الصاد بتساوي نقط سين زائد نقط او لك الصاد بتساوي الف سين زائد به طيب كمان عندي قانون الالف يقولي في معادلة الاتجاه العام قيمة الف تساوي شرطة كسر فوق نقط وتحت مجسين تربيع اقول له فوق يبقى مجسين صاد البسط بتاعنا مجسين صاد والمقام مجسين تربيع كده انا عرفت قانون الالف وعرفت المعادلة عاوز اشوف كمان قانون البي يبقى انا قلت المعادلة الصاد بتساوي الف سين زائد به الصاد بتساوي الف سين زائد به دي اول حاجة الالف بقى بتساوي ايه قلتلك الالف بيساوي مجسين صاد على مجسين تربيع يبقى مجموعة خانة سين صاد اللي هي الخانة اللي قبل الأخيرة على مجموعة خانة سين تربيئة اللي هي الخانة الأخيرة طيب لو عاوز البيه أقول لك البيه بيساوي مج صاد على نون أو مجموعة خانة صاد اللي هي الخانة التانية على عدد السنوات أو عدد الظاهرة اللي هو النون طيب يعني يا مصدر لو حضرتك قلق لي أن عاوز أشوف تمرين على الكلام ده بيقول لي الجدول الآتي يبين الصادرات بالمليون جنيه الجدول الآتي يبين الصادرات بالمليون جنيه لقطاع البترول في إحدى في إحدى الفترات والمطلوب حساب معادلة الاتجاه العام بطريق المربعات الصغر وعاوز كمان التنبؤ بالصادرات عام 2012 مديني التمرين بيقول لي السنوات اللي موجودة عندي في سنة 1991 كانت الصادرات أربعة تمرين ده اللي موجود في الكتاب وفي سنة 1992 كانت قيمة الصادرات تسع مليون وفي سنة 1993 كانت قيمة الصادرات بتاعتي عشرة مليون في سنة 1994 زادت الصادرات بقت 12 مليون وفي 95 بقت 16 مليون وفي 96 بقت 22 مليون طيب حضرتك وفي 97 بقت 27 مليون أول حاجة أطلبها منك تعد الفترات اللي عندك عاوز أشوف أنا الفترة الفترات دي كم سنة قلتلي إحنا بدقين في 91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 أقول لك يبقى إذن عدد الفترات ده هي النون عندك بتسوي كام بتسوي سبعة برفع عليك يبقى النون بكام بسبعة عايزك بعينك كده تقول لي مين السنة اللي في النص هنشتغلها طبعاً وكل حاجة بس أنا عايز أعلمك إنك تجيب السنة الوسطى بعينك بسرعة كده يعني إيه سنة وسطة يعني سنة موجودة في وسط السنوات يعني لما تيجي تشوف السنوات اللي عنده حضرتك دي تقول لي أنا عندي 94 عندي سنة 91 و92 و93 عندي سنة كم تاني هو 91 و92 و93 و93 وبعدين لقيت 94 في النص وبعدها 95 و96 و97 يعني فيه 3 سنوات قبل 94 وفيه 3 سنوات بعد 94 يبقى مين السنة اللي في النص قلت لي هي سنة 1994 دي السنة الوسطى بروضوا عليك حضرتك كده جبتها بعينيك ولكن السنة الوسطى لها قانون لذيذ جدا 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 بنقول السنة الوسطى بتيجي إزاي بقول له بتسوي نون زائد واحد على اتنين السنة الوسطى بتسوي ايه تاني نون زائد واحد على اتنين ودي هتطلع النتجة مستر تعالوا نشوف حضرتك بتقول السنة الوسطى أنا عندي النون هنا كانت كام فترة قلت لي كانت سبع فترات طيب احنا قلنا نون زائد واحد يبقى سبعة زائد واحد تمانية على الاتنين فيها الاربعة يبقى هي السنة الربعة لو حضرتك هتشوف معايا كده هتعد كده السنة الربعة معايا على الشاشة عد كده فين رابع سنة واحد اتنين تلاتة الربعة اربعة وتسعين يبقى السنة الربعة يا سنة كام اربعة وتسعين يبقى سواء جبتها بالطريقة دي مفيش مشكلة سواء جبتها بالطريقة دي مفيش مشكلة هنا بقى عايزين نعمل الحل بتاعنا وقلنا النون بتسوي سبعة هنعمل جدول من خمس خانات هعمل جدول من كام خانة من خمس خانات السنة وصد وسين وسين صد وسين تربيع نقولهم تاني براحطنا الجدول زمن كم خانة؟ خمس خانات يبقى جدول معادل تجاه العام خمس خانات أول خانتين هنقلهم من ورقة الأسئلة زي ما هم أول خانتين هنقلهم من ورقة الأسئلة زي ما هم اللي هي السنة والإيه والصد السنة والإيه والصد تعال كده نرجع تاني للورقة بتاعتنا هلاقي نفسي السنوات اللي عندي 91 92 93 94 95 96 97 هنقلهم زي ما هم وهلاقي كمان الصد اللي عندي كانت 4 19 12 16 22 27 يبقى أول خانتين ما فيهمش أي تعب حضرتك بتنقل من ورقة الأسئلة بتحطه في ورقة الإجابة الجدوى الخمس خانات عندي الخانة الأولى السنوات أو السنة والخانة التانية الظاهرة اللي عندي سواء كانت أرباح مبيعات إنتاج درجة حرارة عدد سكان ما عنديش مشكلة هنسميها صاد دايماً الظاهرة هنسميها صاد طيب أنا سميت الظاهرة صاد ونقلت أول أول عمودين السنة والصاد إيه الخانة التالتة دي يا مستر فاكر لما جبنا مع بعض السنة الوسطى وحضرتك اللي قلتلي السنة الوسطى سنة 1994 أوه يا مستر فاكرين لسه عاملينها قبل ما نبدأ في الجدول خلي السنة الوسطى دي في دماغك على طول وهنترحى من جميع السنوات اللي في التمرين يبقى أنا السنة الوسطى اللي جبتها دي هترحى من جميع السنوات ليه؟ لأن خانة السن دي اسمها انحراف السنة عن السنة الوسطى يعني هين حراف السنة؟ يعني هطرح السنة دي من السنة الوسطى هطلع عندي انحرافات مجابة وانحرافات سلب تعالوا نشوف مع بعض هنطرح 1991 ناقص 1994 برافو عليك قلتلي سلب 3 قلتلي سلب 3 وهنطرح كمان 1992 ناقص 1994 سمعك وانت بتقول لي سلب 2 برافو عليك يبقى أنا كده عرفت ان دي كانت انحراف السنة عن السنة الوسطى طيب نيجي لتالت سنة ديها سنة 93 هقول له 93 ناقص 94 قلتلي سلب 1 يبقى كده دي اسمها لانحرافات السلبة طيب خد بالك بقى معايا لما اجي اجيب انحراف سنة 94 ايه مستر دي حضاك عايزني اطرح 1994 من السنة الوسطى اللي هي كانت 1994 برضو هقولك ايه المشكلة بس هنا الناتج هيطلع بعد كده هتبتدي لانحرافات المجابة معاك 1995 لما هتترح من 94 اداني 1 96 ناقص 94 ادالك 2 احنا بالخانة الثالثة السين اللي هي بالازرة دي 96 ناقص 94 قلنا اتنين اه 97 ناقص 94 كانت 3 خد بالك في طريقة تانية سهلة جدا جدا لو انت عندك اه عدد القيم فردي بتيجي على السنة الوسطى وتحط قدامها صفر في خانة السين بتيجي على السنة الوسطى وتحط قدامها في خانة السين صفر وبعدين تبتدي تطلع لفوق سلب 1 سلب 2 سلب 3 وهكذا وانت نزل تحت 1 2 3 يبقى لو انا عندي اه عدد الفترات 5 كنت هقول 0 سلب 1 سلب 2 وننزل 1 2 ادي الخمسة اللي عندي لو عندي عدد الفترات 7 زي التمرين اللي معايا كنت هقول 0 وفوق سلب 1 سلب 2 سلب 3 وتحت موجب 1 موجب 2 موجب 3 برضو طريقة سهلة جدا جدا طيب بعد كده طيب لو كان النون 9 يا مستر عشان برضو نقمن نفسنا كويس لو النون 9 هتحط 0 قدام السنة الوسطى وانت طالع سلب 1 سلب 2 سلب 3 سلب 4 وبعد السفر 1 2 3 4 يبقى 4 فوق و4 تحت والسفر في النص بعد كده بعد ما عملنا خانة السين او خانة الانحراف عن السنة الوسطى بروح بعمل الخانة الرابعة اللي هي خانة السين في صاد ايه سين في صاد هنضرب قيم خانة السين في قيم خانة الصاد يبقى انا هنا هرجع تاني للجدول بتاعي هقول له طب انا عندي كانت السين الاولى بسلب 3 والصاد الاولى كانت باربعة هنا هضرب سلب 3 فيه 4 يطلع سلب 12 طب عندي السين التانية كانت سلب 2 والصاد التانية كانت 9 لما هنرجع على الشاشة مع بعضه هتقول لي هنضرب خانة سين في خانة صاد يبقى هنا لما ضربت 4 في سلب 3 بسلب 12 امسك القلة بتاعتك كده وهقولك على الطريقة اللي تطلع بها النماتك سليمة هتدوس 4 فيه تدوس سلب او نقص 3 والدوس يساوي يطلع معاك سالب 12 ودايما بيقول نركز في الشغل على الاقل الحسبة كويسة بعد كده هتضرب 9 في سالب 2 بسالب 18 عملية الضرب لو احد الطرفين سالب يبقى لازم النتج النهائي يطلع سالب طيب عندي كمان التالتة 10 في سالب 1 هتقول لي بتساوي سالب 10 طيب الخانة اللي بعد كده 12 في سفر بسفر واحد او 16 في واحد ب16 22 في 2 ب 44 وبعدين 27 في 3 ب 81 طيب ايه اللي هيحصل بعد كده بعد كده بفضل خانة جميلة جدا اسمها خانة سين تربيع ايه خانة سين تربيع دي بص يا مستر كده معانا سين تربيع دي اقدر اقول السين في نفسها يعني طالب شاطر او طالبة شاطرة قالتلي انا همسك السين اللي هي سالب 3 هضربها تاني في سالب 3 اقول لها صح جدا عشان سالب في سالب بموجب طيب خانة سين تربيع دي مش ممكن يظهر فيها ارقام سالبة ما ينفعش لان تربيع السالب لازم هيدي موجب وتربيع الموجب برضو هيدي موجب يبقى خانة السين تربيع في جدول معادلة الاتجاه العام بطريقة المربعات الصغرى لا يمكن ظهور ارقام سالبة ابدا فيها يبقى دايما وانت متطمن اشتغل بارقامك الموجب يبقى اتفقنا خانة سين تربيع دي عبارة عن سين في نفسها يبقى انا هقول ايه بقى خانة سين تربيع بجيبها ازاي باخد السينية في نفسها سالب 3 في سالب 3 او سالب 3 وعندك الضرار على الالة اللي هو اكس سكوير او اكس تربيع ودوس يوساو يبقى سالب 3 تربيع طلعت تربيع بواحد صفر زي ما هو في التربيع طيب 1 تربيع بواحد 2 تربيع باربعة 3 تربيع بتسعة اخر حاجة في الجدول هنبتدي نجمع الخانات كلها المجموعة مجموعة خانة صاد لما هتمسك الالة الحاسبة وتقول لي 4 زائد 9 زائد 10 زائد 12 زائد 16 زائد 22 زائد 27 يساوي طلع معاك 100 يبقى ده مجموعة خانة صاد مجموعة خانة سين دايما هيتلع بصفر وده شرط أساسي لان دي انحرافات فيه انحرافات سالبة مساوية لانحرافات المجابة عشان دي طريقة المربعات الصغرى المربعات هنا قد المربعات هنا فهيتلع معاك الناتج صفر طيب بعد كده مجموعة خانة سين صاد طلعت معاك بمية واحد طيب جبتها ازاي المية واحد برافو عليك ده سؤال مهم جدا هتجمع السوالب لوحديها يعني سالب 12 وسالب 18 وسالب 10 يطلع معاك 40 يطلع معاك كام ويتجمع المجابات لوحديها 16 زائد 4 واربعين يبقى دي 60 و81 يبقى 141 141 ناقص 40 يبقى الفرق 101 او انت بالقالة يعني وانت بتغزي القالة بتقول لها سالب 12 سالب 18 سالب 10 سفر زائد 16 زائد 44 زائد 81 هيتطلع النتج النهائي بالقالة 101 ما عندكش مشكلة خالصة اخر خانة مجموعة سين تربيع طلع معاك 28 يبقى نرجع تاني نرجع بسرعة على الجدول عشان نشتغل في حل مسألتنا على طول جدول خمس خانات السنة وساد وسين وسين فساد وسين تربيع جمعنا الجدول الجميل بتاعنا ابتدي بقى احصل على قيمة الالف جبت ازاي قيمت الالف يا مستر ايوة احنا مع بعض قلنا ان الالف بيساوي مجه سين صاد على مجه سين تربيع نقول تاني الالف بيساوي مجه سين صاد على مجه سين تربيع ده قيمة الايه الالف قيمة الالف عندي زي ما قلتلك مجه سين صاد على مجه سين تربيع خلاص طب هوا مجه سين صاد ارجع كده لجدولك تاني تقولي ده مجسين صاد كان بمية وواحد برافو عليك ومجسين تربيع اخر خانة تمانية وعشرين يبقى لما تقولي الالف بيساوي مجسين صاد على مجسين تربيع يبقى مية وواحد على تمانية وعشرين بقالتك الجميلة يطلع الف بيساوي تلاتة وستة من عشرة برافو عليك جدا انت قدرت تحصل على قيمة الالف عاوز كمان احصل على قيمة البيه احصل على قيمة البيه ايه اللي هيحصل عشان اجيب قيمة البيه برافو عليك انت اللي بتفكرني اهو انت قلتلي قيمة البيه يا مصدر بتساوي مجسين صاد على نون قيمة البيه بتساوي ايه تاني مجسين صاد على نون تب نرجع كده نشوف مجسين صاد كان بكام قلتلي ده مجسين صاد في الجدول بتاعنا كان بمية والنون إحنا عدينا النون كانت بسبعة يبقى كده البهب تساوي مجي صاد على نون أو المية على السبعة تعال نشوف كده الكلام ده أهو أدي بهب تساوي مجي صاد على نون طبعا حفظ القوانين غاية في الأهمية مش هتقدر تحلل مسألة إحصى إلا ما تكون عالف قوانينك كويس ما بقولكش إحفظ كل حاجة لا طبعا الإحصى مادة فهم وتحليل ولازم تكون بتفهم كويس وفهمها كويس بس حتة القانون لازم تكون حفظ القانون البهب يساوي إيه؟ والكلب يساوي مجي صاد على نون يبقى هنقول مية على سبعة بتساوي أربعتاشر وتلاتة من عشرة كده قدرنا نحصل على قيمة الألف اللي هي كانت تلاتة وستة من عشرة وقدرنا نحصل على قيمة البهب اللي هي كانت أربعتاشر وتلاتة من عشرة كده تقدر تقولي معادلة لاتجاه العام الصاد بتساوي ألف سين زائد به يبقى يقولنا معادلة لاتجاه العام صاد هتساوي ألف سين زائد به طيب مش حضرتك جبت الألف بثلاتة وستة من عشرة؟ برافو عليك يبقى ثلاتة وستة من عشرة تعوضنا بيها مكان قيمة الألف يبقى شلنا الألف زي ما أنت شايف وحطنا كام؟ ثلاتة وستة من عشرة سين طيب فاكر البهب أنت كنت جايبها بكام؟ أهيت كانت بأربعتاشر وتلاتة يبقى الصاد بتساوي ألف سين زائد به شلت الألف وحطت تلاتة وستة وسيب السين زائد ما هي زائد البهب يساوي أربعتاشر علامة زائد أربعتاشر علامة تلاتة طيب اوعى في معادلة اتجاه العام أو في معادلة لنحضار أنك تجمع واحد دولي تلاتة وستة زائد أربعتاشر وتلاتة يساوي سبعتاشر وتسعة أقولك لأ ما ينفعش تجمع لأن دي معادلة معادلة يعني لها معامل سين ولا حد اللي هي البه أو الألف سين زائد به يبقى اتفقت معاك أن الصاد بتساوي تلاتة وستة من عشرة سين زائد به وما تجمعهم حضرتك كده مشكورا خلصت المعادلة إلا إذا كان فيه مطلوب تاني زي مسألتنا ما هنشوفها مع بعض فاكر المطلوب التاني كان عاوز إيه التنبؤ بالصادرات دهيت سنة ألفين واثناشر قطيدي ألفين واثناشر دي مش موجودة في الجدوى لي مصر برافو عليك مش موجودة ولكن أنا قدرت أحصل على السنة الوسطى فأقدر أجيب ترتيب ألفين واثناشر اللي هو عايزه يعني أنا بقول إيه لو هو طالب صادرات أو التنبؤ بالصادرات اللي سنة مش موجودة عندي هقوله لازم أجيب انحراف هذه السنة عن السنة الوسطى اللي هي السين بتاعت السنة دي يبقى أنا عايزة أجيب سين لسنة ألفين واثناشر قلتلي بتساوي السنة المطلوبة ناقص السنة الوسطى السنة المطلوبة ناقص السنة الوسطى المطلوبة عندك كام قلتلي ألفين واثناشر طب الوسطى كانت كام أربعة وتسعين الوسطى كانت كام أربعة وتسعين يبقى هتقول لي السين بتساوي السنة المطلوبة ناقص السنة الوسطى يعني 2012 ناقص 1994 طلعت بـ 18 يبقى هنا انت جبت السين بكام؟ بـ 18 بص معايا كده لما اجيب ترتيب السنة اقول له عند 2012 السين كانت كام؟ 2012 ناقص 94 يبقى السين بتاعتنا بكام؟ بـ 18 ايوا يا مستر بس حسناك قلتلي ان الصد بـ 3.6 من 10 السين زائد 14.3 انا بقى عاوزك تشيل السين دي وتعوض بالـ 18 اللي حضرتك جبتها برافو عليك يبقى هتقول لي الصد بتساوي 3.6 من 10 في 18 زائد 14.3 يطلع الصد بمنتهى البساطة 79 علامة واحد اذا انت جبت المطلوبين جبت معادلة الاتجاه العام اللي هي الصد بتساوي الف سين زائد به وجبت وطلعت معاك معادلة الاتجاه العام بتاعتك بطريقة المربعات الصغرى الصاد بتساوي 3.6 من 10 السين زائد 14.3 وكمان قدرنا نتنبأ بالصدرات لـ 2012 السين كانت 2012.94 كانت 18 وعوضت في المعادلة الصاد بتساوي 3.6 من 10 سين شلت السين وحضرتك في 18 زائد 14.3 اذا بالقالة الحزبة هتكتب كده 3 علامة 6 في 18 زائد 14 علامة 3 يبقى الصاد بتساوي 79 علامة واحد ده كان تمرين عن معادلة الاتجاه العام بطريقة المربعات الصغرى لما تكون عدد القيم عندي او عدد السنوات عندي فردي لما يكون عدد السنوات فردي كمان عندي تمرين نرجع بس الاول افكرك ان عدد السنوات الفردي في معادلة الاتجاه العام هيفرق في ايه؟ هيكون فقط في الجدول الصفر موجود معاك لان حضرتك بتشتغل على الصفر ده انه هو جاي بنتيجة طرح او نتيجة انحراف السنة الوسطى عن نفسها يبقى لما اقولك انحراف السنة الوسطى مع نفسها هتقولي كانت 1994 هقولك 1994 نقص 1994 ادي لك سفر طب عندنا برضو بعض التمرين اللي ممكن تيجي بصورة مغيرة لللي فاتت دي اللي فاتت كان مديني جدول ومديني السبع سنوات ليهم سبع صدرات ومن الجدول ده انا قدرت اشتغل وعمل معادلة اتجاه العام يعني حضرتك لما تيجي تقولي الجدول اتعمل في اين قلتلك انا خدت الجدول ده عملت بيه جدول من خمس خانات الخانة الاونة كانت السنة والخانة التانية كانت الصاد والخانة التالتة كانت السين او انحراف السنة عن السنة الوسطى وبضرب خانة سين في خانة صاد واخر حاجة بربع خانة سين او اضرب السين في نفسها كان جدول خمس خانات طب هنا مصدر بيقولي امكان التوصل الى البيانات التالية عن سلسلة زمنية مكونة من سبع سنوات كأنه هو جاب المسألة اللي فاتت وحلها وخد الجدول اللي عمله جاب منه النواتج اللي حضرتك هتسمعها دي بس انا كده عرفت ان النون بكام بسبعة وممكن يكتبها لك باللغة العربية يقولي مكوانة من سبع سنوات خلي بالك لان الطالب اتعود ان هو يدينه النون كده سبعة او ستة فيقعد يدور مش لا لا ما هو ما كتب لك كلمة سبع سنوات يبقى النون هنا بسبعة طيب لزاهرة ما خد بالك مجموع صد كان بكام قلت لي مجموع صد كان ب245 مجموع خانة صد كانت ب245 ومجموع خانة سين صد سين صد ب140 ومجموع خانة سين تربيع مجموع سين تربيع كان ب28 يبقى حضرتك ادانا هنا مع بعض شوفنا مع بعض على الشاشة أول حاجة قلنا إيه قلنا النوم بسبعة ومج سين مج صاد كانت ب245 وعندي مج سين صاد كانت ب140 وبعدين كمان عندنا مج سين تربيع كانت ب28 نقول تاني القيام مع بعض قلت مجموعة صاد كان ب245 زي ما حدودك شايفة هو ومج سين صاد كان ب140 ومج سين تربيع كان ب28 طيب حد يقولي ده مدنيش مج سين أقولك مج سين دي اتفقنا أنها سابتة بصفر فمالهاش لأي علاقة بالحل بتاعك عايز إيه بقى مني عاوز معادلة اتجاه العام بطريقة المربعات الصغر أروح على طول أجيب قيمة الألف طيب قبل ما نعمل أي حاجة أنت مش ملاحظ أن ده تمرين جاهز حضرتك مش ملاحظة أن ده تمرين جاهز مديك مج سين صاد ومج سين صاد ومج سين تربيع يبقى في التمرين الجاهز بجيب الألف وقال به مباشرة ما بعملش جدول تمام برفع عليه قلتلي الألف بيساوي مج سين صاد على مج سين تربيع تمام كويس جدا خلاص حفظنا القانون نقدر نعوض قلتلي الألف بقى بيساوي كام مية واربعين على تمانية وعشرين جبنا منين المية واربعين والتمانية وعشرين المية واربعين اللي هي مجموع خانة سين صاد والتمانية وعشرين اللي هي مجموع خانة سين تربيع يبقى على طول قدرت أحصل على قيمة الألف وقلت أن الألف بيساوي خمسة طيب عاوز كمان أعمل إيه عايز أجيب البه البه بتساوي مج ساد على نون يبقى البيه بتساوي مجموع صاد اللي هو 245 على السبعة فيها الخمسة وثلاثين خد بالك تاني ان حضرتك كنت بتقول ان ده تمرين جاهز ده تمرين جاهز التمرين الجاهز كان بيقول لي مجل صاد 245 فقسمت 245 على السبعة علشان اقدر احصل على قيمة البيه يبقى احنا قدرنا نحصل على قيمة البيه عندي باسمت مجل صاد على نون وعرفت ان مجل صاد 245 والنون بتاعتنا كانت سبعة فطلع الناتج بتاعي 35 وكان نتج الالف زي ما انت شايف كان بكم كان بخمسة تقدر تقول لي معايا الف بخمسة ومعايا به بخمسة وثلاثين اقدر على طول اعمل معادلة الاتجاه العام معادلة الاتجاه العام الصاد بتساوي ألف سين زائد به طيب انت قلت الالف بخمسة والبيه بخمسة وثلاثين يبقى معادلة الاتجاه العام الصاد هتساوي خمسة سين زائد خمسة وثلاثين يبقى ممكن المسألة تيجي في صورة جدول وممكن تيجي في صورة بيانات جهزة طيب كل اللي احنا قلناه ده مستر متعلق بشغل النون فردي النون كان رقم فردي طيب لو النون زوجي هقولك لو النون زوجي انا ما عنديش مشكلة في اللي حاضلك بتقوله ولكن هيحصل معانا في الجدول مشكلة صغيرة عاوزين نعرفها واحنا في الجدول لو النون زوجي مش هتلاقي السنة الوسطى موجودة في الجدول عندك ليه؟ لما تبقى انت واربعة صحابك قاعدين هتبقى عددكم خمسة فيكم واحد قاعد في النص اتنين على يمين واثنين على شماله وهو قاعد في النص لان ده عدد فان طيب لو انت وثلاثة صحابك يعني عددكم اربعة هتبقوا مين اللي قاعد في النص فيكم تقول لي لا ده كده يا مستر هيبقى اتنين اللي قاعدين في النص لما جيب الوسط الحسابي للقاعدين في النص ده هيطلع كسر هيطلع كسر يعني لما اجي اقول لك السنة الوسطى لعدد سنوات ست سنوات تقول لي ما انت قاعدين لي قاعدون السنة الوسطى نون زائد واحد على اتنين برافو عليك طيب ما المرة دي هتقول لي ستة زائد واحد على اتنين هتبقى تلاتة ونص طيب السنة الوسطى لعدد اربع سنوات هتقول لي نون زائد واحد على اتنين يعني خمسة زائد واحد على الاتنين هتبقى ستة هتبقى اربعة زائد واحد على الاتنين هتبقى خمسة على الاتنين فيها الاتنين ونص اذا هيطلع معاك في كل الحالات نص هنا نعمل ايه اتفقنا مع بعض ان احنا هنضرب في اتنين للتخلص من الكسر لان النص ده لما هتيجي تجيب انحراف السنة عن السنة الوسطى اللي هي السين بتساوي السنة المطلوبة نقص السنة الوسطى هيطلع معاك نص وحضرتك لما يبقى معاك نص في خانة السين هتيجي تضرب هيطلع معاك كسر هتيجي تشتغل هيطلع معاك كسر هيديقك جدا في الشغل فدايما وحنا بنشتغل في سلسلة زمانية النون بتاعتها زوجي بعد ما تطرح اضرب في كام في اتنين ليه ضربنا في اتنين للتخلص من الكسر يبقى انا هنا وعندي مسألة فيها النون عدد زوجي في خانة السين بعد ما تطرح هتضرب في اتنين طيب نشوف مع بعض تمرين جاهز الاول وبعدين نشوف اللي حضرتك بتقوله دايماستر عند اعداد جدول معادلة الاتجاه العام لسلسلة زمانية تتكون من 6 سنوات ام كان الحصول على البيانات التالية خد بأك ان اقلك السلسلة زمانية تتكون من كم من 6 سنوات أمكن الحصول على البيانات التالية أول حاجة مديني مجل صاد ب360 مديني مجل صاد بكام ب360 ومديني كمان مجل صاد ب175 ومديني مجل صاد بـ70 يبقى أنا عندي أربع معطيات النون بتسوي 6 مجل صاد ب360 مجل صاد ب175 مجل صاد بـ70 اوجد معادلة اتجاه العام لهذه السلسلة بطريقة المربعات الصغرى هتقول لي على طول ده يا مستر تمرين جاهز وحضرتك قلت لنا لو تمرين جاهز هنجيب الألف والبهو بعدين نعمل المعادلة وخلصنا الموضوع كله ياخد معاك 3 سطور كلام سهل جدا تعال نشوف الألف كانت بتسوي ايه فكرني عشان انت اللي قلته يلا الناس اللي حافظت القانون معاي الألف بيساوي مجل صاد على مجل صين تربيع نقولها تاني مع بعض ألف بيساوي مجل صاد على مجل صين تربيع او مجموع صين صاد علي مجموع صين تربيع برفع لي قلتلي مجموع صين صادopen يساوي ايه اسم مية خمسة وسبعين على السبعين يطلع معاك على طول اهو زي ما انت شايف باتنين ونص حضرتك كده جبت قيمة مين جبت قيمة الف ازاي قلت لي جبت قيمة الف عن طريق القانون اللي بيقول الف بيساوي مجسين صاد على مجسين تربيع عسمت على طول المية خمسة وسبعين على السبعين فيها الاتنين ونص طيب بعد الالف نجيب على طول قيمة البيه لاني ده زامرين جاهز البيه بيساوي ايه برافو عليك مجساد على نون او الوسط الحسابي للظاهرة طبعا مجموعة الظاهرة على عددها مجموعة ارقام الظاهرة كان 360 على النون بستة وقلنا قبل كده لو قالك ست قيم عشان ممكن توقع تدور على رقم ستة في التامنين يكون جايبوا لك بكلمة ست سينته طيب 360 على الستة فيها الستين برافو عليك كده انت جبت البه ومعايا الالف كانت قيمته زي ما انت جبتها باثنين ونص كده خلاص انت تقدر تعود في معادلة الاتجاه العام معادلة الاتجاه العام معاود ازاي اقول الصات بتساوي السent زائد بيه بص сравн آخ بس BUR انا معيها الالف انا جبته باتنين ونص واجبت السين بيه واجبت البه بستين يبقى تقولي الصد بتساوي اتنين ونص سين زائد ستين نرجع بقى التمرين مهم جدا 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 بيقولي في ميالي او مثلا عايز افكرك ان في السلسلة الزمنية لو النون عدد زوجي في السلسلة الزمنية لو النون بتاعتك عدد زوجي هيطلع معاك نص فبخانة السين ان شاء الله لما نيجي نشوفها موعد دلوقتي هنضرب الناتج في اتنين يبقى ضربنا اتنين ليه للتخلص من الكسر يبقى في السلسلة الزمنية اذا كان الناتج زوجي هنضرب الناتج في اتنين للتخلص من الكسر يعني زوجي ازاي مستر اقولي مثلا عدد السنوات ستة عدد السنوات تمانية عدد السنوات اربعة والدنيا بتبقى سهلة وبسيطة جدا وحظك بتعمل الجدول الخمس خانات كل شغلك زي ما هو معدى خانة السين مش هيظهر عندك صفر ويكون ناتج الطرح بعد ما تطرح اضرب في اتنين هي دي الفكرة او الفرق الوحيد بين الفردي والزوجي وتعالوا كمان نشوف تمرين واناكد به مع بعض وعايز افكرك بحاجة ان دايما اقرأ المطلوب كويس ان دايما في ناس في طلبة كتير بيشوف الجداول شبه بعضيها لا طبعا جدول الانحضار مديني سين وصاد جدول معادلة الاتجاه العام مديني السنوات وظاهرة تانية سواء الصدرات سواء الانتاج لان طالب ممكن هو شاطر وذاكر بس اطلخبط راح واخد المسألة بتاعة الانحضار عشان شاف الجدول راح عملها سلاسة الزمانية او مسألة السلاسة الزمانية عملها الانحضار لأ طبعا ده بتتغلب عليه بكتر الحل لان دايما حلك بايدك هو المحك الاساسي والمعيار الاساسي ليك دورنا احنا بنوضح المعلومة ولكن حضرتك كل شيء حضرتك المجهود وحضرتك التعب وانت اللي بتتعب وان شاء الله ربنا هيوفقك وتقفل وتجيب النمل النهائية بس اشتغل بايدك كتير واشتغل على نفسك كتير بالممارسة تعالوا نشوف تمرين مع بعض بيقول لي ايه بيقول لي فيما يلي حجم الانتاج لأحد المشروعات والمطلوب معادل اتجاه العام لحجم الانتاج والتنبؤ بحجم الانتاج لعام 2014 مديني السنوات 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 وحجم الانتاج 3 و7 و10 و12 و15 و19 على طول هنعمل جدولنا الجميل اللي اتفقنا عليه جدول من خمس خانات اول خانتين نقلناهم من ورقة الاسئلة اهم 2006-2007-8-9-10-11 خانة التانية الظاهرة اللي هي الانتاج بنسميها صاد 3-7-10-12-15-19 عندي مشكلة يا مستر عددهم 6 السنة الوسطى هي السنة رقم 3 ونص ايه 3 ونص دي يا مستر تقول لي 2006-2007-2008 ونص طيب يا مصر انا ما بحبش دي اقول لك خلاص ما عنديش مشكلة هتقسم المدد بالنص هتيجي الثلاث سنوات اللي فوق هتشتغلهم سلب واحد وسلب ثلاثة وسلب خمسة وتحت عكسهم موجب واحد موجب ثلاثة موجب خمسة خد بالك ما قلتش واحد اتنين ثلاثة قلت واحد ثلاثة خمسة اشتغلت بالاعداد الفردية فقط وتحت موجب واحد موجب ثلاثة موجب خمسة خنت السين او لو عايز تشتغلها احنا طلعنا السنة الوسطى بألفن وثمانية ونص هتقول لي الفن وثمانية ونص نقص الفن وستة فيها سلب اتنين ونص اوعد سبها كده اتفقت معك هتضرب في اتنين بقت سلب خمسة الفن وثمانية ونص نقص الفن وسبعة فيها سلب واحد ونص من سبهاش نضرب في اتنين بقت سلب ثلاثة الفن وثمانية ونص نقص الفن وثمانية فيها سلب نص في اتنين بقت بسلب واحد وهكذا يبقى دايماً يتضرب في اتنين يتشتغلها سالب 1 سالب 3 سالب 5 مجب 1 مجب 3 مجب 5 حد قال لي تب لو مصر 8 انت كده بتحفظني لا لو هي 8 هقولك سالب 1 سالب 3 سالب 5 سالب 7 وبعدين تحت مجب 1 مجب 3 مجب 5 مجب 7 يبا دايما بشتغل بأرقامي الفردية نرجع بعد كده خانة سين فصاد بضرب سين فصاد يعني 3 في سالب 5 بسالب 15 7 في سالب 3 بسالب 21 10 في سالب 1 بسالب 10 12 في مجب 1 بـ 12 15 في مجب 3 بـ 45 19 في 5 بـ 95 وبعدين اخر حاجة سين تربيع بضرب السين في نفسها او بزرار X سكوير يبقى سالب 5 تربيع بـ 25 سالب 3 تربيع بـ 9 سالب 1 تربيع بـ 1 1 تربيع بـ 1 3 تربيع بـ 9 5 تربيع بـ 25 لا تظهر ارقام سالبة لا في خانة سين تربيع بجمع بلاقي ان مج ساد بـ 66 ومج سين ساد بـ 106 ومج سين تربيع بـ 70 خلص شغلنا بقى الطبيعي الالف بيساوي مج سين ساد على مج سين تربيع برافو عليك قلتلي 106 على السبعين فيها 51 البيه بيساوي مج ساد على نون يعني 66 على الستة بيساوي 11 معادلة الاتجاه العام اللي عندي الساد بتساوي ألف سين زائد به جبت الالف بكام عندك قلتلي بـ 51 و 51 لما جبنا قيمة الالف اهو والبيه بكام اهي كانت بـ 16 قلت معادلة الاتجاه العام حضلك قلت الساد بتساوي ألف سين زائد به طيب شلت الالف وحطت واحد و 51 وشلت البيه وحطت 11 يعني الساد بتساوي واحد و 51 سين زائد 11 افتكر بقى انه كان عايز عندك التنبؤ بالمبيعات لسنة 2014 تقولي انا عارف ان السين بتساوي السنة المطلوبة نفس السنة الوسطة بس السنة الوسطة هنا فيها كسر برافو عليه سامعك وانت بتقولي بسرعة اضرب في اتنين يبقى 2014 نقص 2008 ونص في اتنين طلعت 11 يلا نعوض الساد بتساوي واحد و 51 سين زائد 11 يبقى نشيل السين ونعوض عنها بكام بال11 اللي هي طلعت معانا يبقى الساد بواحد و 51 في 11 زائد 11 يبقى قيمة الساد ب 27 و 61 من مي يبقى كده رجعنا على السنة الوسطة في حالة النون فردي وفي حالة النون زوجي وعرفنا ان معادلة اتجاه العام الصاد بتساوي ألف سين زائد به والألف بيساوي مجل سين صاد على مجل سين تربيع والبه بتساوي مجل صاد على نون وعرفنا ايه الفرق بمعادلة اتجاه العام ومعادلة الانحضار وأتمنى ان نكون قربناكم من النجاح بخطوات على شاشة قناتكم المفضلة قناة مصر التعليمية وبرنامجكم في بيتنا مدرسة كان معكم مستر فتح عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم اترككم في رعاية الله وامن اشتركوا في القناة